موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس أينما كنتم مرحبا بكم مشاهدينا في مواعد النشرة الجوية اللي اطلع عليكم من قناتكم من الجزائر يوان إذن نبدأ ونشرتنا الجوية مشاهدينا الكرام بهذه السورة لتيكشدة إذن وضعية الجوية على ولاية تيكشدة الجو في مجملها سيكون صافي مع الصباح إذن ترقبوا مع المساء تساقط بعض خطرات من الأمطار ذات الحرارة ستلحق مع الصباح 23 درجة أما مع المساء ستتروح بين 31 إلى 32 درجة إذن مشاهدينا الكرام بالنسبة للوضعية الجوية لصباح نهار الغت إذن الجو في مجملها على المناطق الوسطى للوطن كذلك على المناطق من الناحية الشرقية سيكون في مجمله صافي ترقبوا بعض السحب بحول الله على المناطق الداخلية حتى كما نحضر منطقة الهضاب العليا من الناحية الغربية إذن مشاهدينا الكرام زوابع رملية ستكون في الموعد إذن الحد المطلوب هذه زوابع رملية على الواد بحول الله وعلى غردايا أما بالنسبة لبقية المناطق الصحرية ستكون مرفوقة ببعض السحب العابرة من الناحية الغربية وكذلك على وسط الصحراء بالنسبة لدرجة الحرارة مشاهدين الكرام نسجنها لصباح نهار غد إذن تلحق 25 درجة على الجزاء العاصمة وضوحيها 21 درجة على المناطق الشرقية للوطن نفس المقياس على قسنطينة 23 درجة على وهرن ومستغانم إذن 20 درجة على منطقة تلنسان من 27 درجة إلى 25 درجة على أغلبية المناطق الداخلية 22 درجة تتراوح حتى 25 درجة كأعلى مقياس على منطقة الهضاب العليا إذن بالنسبة للمناطق الصحراوية تلحق من 29 درجة حتى 25 درجة كأدنى مقياس على أبواب الصحراء إذن 29 درجة كذلك على ابني عباس وتب البالا 18 درجة على تين دوف 33 درجة على وسط الصحراء إذن من 25 درجة حتى 26 درجة على الهوغر والتاسيلي 29 درجة بإليزي 32 درجة بأدرار و30 درجة بأقصى الجنوب إذن مشاهدين الكرام بالنسبة للوضعية الجوية لمساء نهال غد إذن الجو في مجمله رح يكون صافي على الجزاء العاصمة وضواحها كذلك من مناطق المناطق الشرقية للوطن على عنابا والقالة إذن بعض الغيوم بحول الله على وهرن رح تكون مع المساء إذن بالنسبة للمناطق الداخلية الجو في مجمله رح يكون صافي إذن ترقبوا مشاهدين الكرام بعض السحب العابرة على مناطق الهضاب العليا إذن من مناطق الوسطى حتى الغربية إذن مشاهدين الكرام زوابع رملية رح تستمر مع المساء على منطقة الواد إذن الحادة المطلوب بالنسبة لبقية المناطق الصحرقية الجو في مجمله رح يكون جميل والشمس ستكون في الموعد درجة الحرارة مشاهدين الكرام من سجنها لمساء نهالغد إذن 32 درجة على الجزاء العاصمة وضواحها نفس المقياس على المناطق الغربية للوطن على وهرن ومستغانم إذن تلحق 33 درجة على عنابا والقالة 38 درجة على قسنطينا 41 درجة على البورا واتيزي وزو 43 درجة على منطقة شلف 33 درجة على تلمسان إذن من 39 درجة حتى 38 درجة على الهضاب العليا 43 درجة على منطقة السورة 45 درجة على غردايا 48 درجة على ورقلا وحسيم سعود 46 درجة على مني عباس وتاب البلا إذن تمت 32 درجة على تندوف 47 درجة على وسط الصحراء بالنسبة للهوغار والتاسيلي درجة الحرارة تراوح من 39 درجة إلى 40 درجة 45 درجة على إليزي بالنسبة لأقصى الجنوب درجة الحرارة راح تلحق 40 درجة إذن تم تسجيل أعلى مقياس أعلى درجة حرارة على منطقة أدرار وين تلحق 48 درجة بالنسبة لحالة البحر مشاهدين الكرام لينها الغد إذن البحر في مجمله على سواحل القالة راح يكون خليل استراب تلحق سرعة الرياح 25 كم في الساعة راح يكون هادئ بحول الله على سواحل العوانة وين تلحق سرعة الرياح 15 كم في الساعة بالنسبة من دلس إلى تنس إذن البحر راح يكون من مضطرب إلى قليل الإضطراب إذن راح يكون مضطرب بحول الله من دلس إلى تنس وين تلحق سرعة الرياح 35 درجة إذن تلحق 40 أفن كم في الساعة على الجزائر العاصمة إذن البحر راح يكون مضطرب بالنسبة لأتجاه الرياح بحول الله مشاهدنا الكرام لنا على الغد إذن تجاه التعريح رح تكون بحول الله كما نحضر من شماليا غرب الله على طول الشريط الساحدي نطوي ونشرطنا الجوية مشاهدنا الكرام كالعادة بالمواعد الفلكي لشروق وغروب الشمس على الجزائر العاصمة وضواحها يوم الأربعة و 31 جولي 2019 إذن الشروق رح يكون بحول الله على ساعة 55 دقيقة صباحا أما الغروب رح يكون على ساعة 58 دقيقة بقية متابعة شيقة مع برامجنا مشاهدنا الكرام بقاوة على خير تهلا وفير وحديكم موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية موبيليس أينما كنتم